إن كون النبي صلى قيام رمضان في رمضان في داخل المسجد دل على أن صلاة الترويح وصلاة قيام رمضان داخل المسجد سنة مشروعة واللي منع النبي أن يستمر فيها مخافة أن تفرد على الأمة فإذا زال المانع رجعنا للسنة فدي نقطة مهمة لفهم الحديث زال مانع خوف التشريع لأن خلاص التشريع ثبت بعد وفاة النبي فيش تشريع جديد وثبت أنها صارت سنة النبي الذي جعله لا يتم ذلك طول الشهر مخافة أن تفرد على أمتي فلما ثبت التشريع زالت علة عدم استمرار النبي في صلاتها في الليل بقيت مشروعية صلاتها في المسجد ودي نقطة مهمة أشكد الصحابة كانوا يصلوها في المسجد بس في خلافة سيدنا أبي بكر كانوا يصلوها فرادة أو كل خمسة ستة يتخذلهم إمام ويصلوا فكثرت الأئمة والجماع في خلافة سيدنا أبي بكر وبعدين في صدر ابن خلافة سيدنا عمر فلقى أن المسلمين والأئمة المختلفين بيشوشوا على بعضهم الكراءة كويس فقال إيه؟ فكر سيدنا عمر قال تب نجمعهم على إمام واحد أفضل بحيث أن الكل يسمع وينصد ونجمعهم على صلاة 11 ركع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة التروح عنده اللي هي قيام رمضان 11 ركع وصلاة قيام الليل في غير رمضان 11 فكان بيصلي في رمضان قيام الليل وصلاة إيه؟ الخاصة بقيام رمضان يبقى عندنا قيام رمضان وقيام الليل خد بالك اجتمعوا في رمضان فكان النبي يقوم بالاتنين ستين عائشة كانت تقول إيه؟ ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره عن 11 ركع أي في قيام الليل وإن كان قيام الليل لحد لأكثره خد بالك كمان قيام الليل في أي وقت لحد لأكثره بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى 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 فإذا خفت الفجر فأوتر بواحد ليه بقى؟ لأن انت مش هتعرف تصلي 11 ركع بتوعي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركع بتوعي النبي كان يجيب صورة البقرة في ركع صورة قالي عمران في ركع انت بتجيب صورة الفيل في ركعة وتقول لي ركب وجعتني هعمل لك إيه طيب؟ وبعدين تقول لي حصل لي 11 ركعة بزي النبي بالعدد وانت بتقرأ بقصار الصور هتلاقي نفسك خلصتهم في نص ساعة والنبي كان بيخلص صلاته في 4 ساعات إلى 5 ساعات 11 ركعة يخلصهم في 4 ساعات إلى 5 ساعات وحيانا 6 ساعات عشان رجله تورم فهمت بقى؟ وبالتالي ما تقوليش أنا حصل لي 11 ركعة عشان النبي مزدش عن 11 ركعة زي مساجر الجماعة المتشددين إياهم اللي تعرفهم وبعدين يخلصوا الصلات 10 بالليل النبي كان بيخلص صلاته قبل الفجر بإيه؟ على قد ما إيه الوحدي تصحر يقوموا هم يفهموا ياخدوا العدد ويخدشوا الهيئة والكيفية بدوا الجهلة الصحابة مش جهلة الصحابة قالوا إيه؟ قالوا صلاة الليل بتاعتول السنة احنا بنصليها منفردين كالعادة لكن صلاة قيام رمضاني النبي صلاها في المسجد تبقى مشروعة في المسجد فجمعهم سيدنا عمر على 11 ركعة في الأول فهمت؟ وبعدين دخل كده في المسجد لقى المسجد كله مجموع كده صفوف وبيصلوا خلف إمام واحد بدلما كانوا متفرقين وكل واحد بيقرأ يشوش على الآخر قال نعمة البدعة هي يعني إيه؟ يعني سنة حسنة تؤدي إلى مقاصد الشر دون تشويش على أحد ويبقى أقصد البدعة هنا معناها إيه؟ المعنى اللغوي إنها لم تكن هذه الهيئة في عصر النبي لكنها تؤدي إلى مقصود النبي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقيام رمضان وهو نفسه صلىها في المسجد يعني مشروعه وعني دي معناه إيه؟ من سنة حسنة فلو أجروا وأجروا من إيه؟ من عمل سيدنا علي لما مر على المسجد بالليل كده في الليالي رمضان في خلافة سيدنا عمر ولقى المسجد منور طول الليل للفجر والناس بتصلي قال اللهم أدئ قبر عمر كما أضاء مسجدنا